الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الناس كلها مبسوطة النهاردة وليه مبسوطين بكرة السلة لانه انت بتلاعب فريق كبير فريق عظيم برضه من عظماء السلة نادي الاتحاد السكنداري ده من العظماء في كرة السلة اللي ما يعرفش يعني انا متأكد ان كل الاهلوية عارفين هذا الكلام فان انت بتلاعب الاتحاد وتعمل معاه هذه المباريات حضراتكم الجيم الاول النادي الاهلي فاز الجيم التاني نادي الاتحاد فاز الجيم التالت نادي الاهلي فاز النهاردة الجيم الرابع الجيم الرابع الحمد لله ربنا كرمنا المباراة منو 70-70 مني وبينكو انا قفلت التلفزيون في اخر لقطة دي يعني قفلت التلفزيون بقى لانه المطشط بتاعت السلة دي بتتعبني بصراحة سلة وطيرة ويد كمان كلهم فقفلت واستنيت لما لقيت بقى الناس مبسوطة وفرحانة وكله عمال يتنطط لانه 72-70 والحاكم رجع يشوف الفار بتاع السلة علشان مش عارف مين عمل ايه فعايز تدخلنا في موضوع وفضلنا وقفين مستنيين وكلنا طبعا على عصابنا وحطين ايدنا على قلبنا واحنا عندنا القلب اساسا فالحقيقة يعني برضو انا صراحة قفلت التلفزيون لما سمعت الهيصة من تحت اتبسطت عرفت ان احنا كسبنا مش مهم بقى ايه اللي حصل واخر ثانية ايه اللي حصل فيها مش مهم ولكن قدر النادي الاهلي ان يفوز بسوبر كرة اليد حاجة حلوة جدا وقدق الناس مبسوطة وقدق الناس سعيدة وحنفضل مبسوطين البنات اللطاف والشابات الصغيرين والولاد الصغيرين واسر اللاعبين بالمناسبة الولاد دول والبنات الصغيرين دول متربيين على حب النادي الاهلي والله بجد عايشين مع انتصاراتهم وبطولاتهم بيجبروا وهم بيشوفوا الاهلي بيكسب بيجبروا وهم بيشوفهم يعني كبابا بيسلم على رئيس النادي وبياخد بطولة وبيحقق انجاز هو ده النادي الاهلي وهم دول ولاد النادي الاهلي اللي دايما بيكونوا مبسوطين وسعداء وزي ما حضراتكم شايفين صورة راقية وجميلة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الحج محمد مصرحي طبعا حج محمد مصرحي زعلان جدا طبعا ولكن رجل الحقيقة محترم ورجل يعني له دور كبير جدا جدا وحريص على التنافس الشريف وعايز يكسب النادي الاهلي ولكن دايما حب واحترام كبير جدا للنادي الاتحاد السكنداري ورئيسه للحج محمد مصرحي وما بين الاهلي وكل الاندية كل الاندية الحقيقة علاقات كبيرة جدا جدا مع النادي الاهلي وعلاقات محترمة وعلاقات تنافسية شريفة فيه لقطة قبل المباراة الحج محمد مصرحي والكابتن محمود الخطيب مسكين ايدين بعض ودخلين مبسوطين وسعداء هذه هي الروح اللي دايما بنبحث عنها هذه هي الروح اللي دايما بندور عليها هي دي الروح أو هي دي الصورة اللي احنا نوريها لولادنا يقولي الحج محمد مصرحي زعلان طبعا زعلان ولو مطلقش زعلان كده ده يبقى يعني ما بقاش رئيس نادي الاتحاد ما يبقاش الحج محمد مصرحي ولكن على الرغم منه هو زعلان ولكن حرصه على انه هو يبقى متواجد وسط الجميع ويهنئ النادي الاهلي ويهنئ الرئيس النادي الاهلي هو ده الاحترام هو ده اللي احنا بنعلمه لولادنا بالمناسبة الاحترام والتنافس والشرف في التنافس مش حاجة تانية احنا مش عايشين مش هنفضل عايشين طول عمرنا في جو المؤامرات في جو النص مش عالف هي خطيب والكلام اللي حضراتكم عارفين واللي احنا بما بنسمعش جيره ده شخص واحد بس هو اللي بيعمل كل هذه الامور لكن زي ما حضرتك شايف كل الامور الاخرى زي ما حضرتك شايف كده كل الالعاب وكل رؤساء الاندية وكل الاندية عندها علاقات كبيرة ومحترمة مع النادي الاهلي زي ما حضرتك شايفين كابتن محمود في كل حركة تعالي حج محمد جنبي الحج محمد في كل حركة تعالي كابتن محمود جنبي هو ده اللي احنا بننتظره من الرياضة هو ده اللي احنا بنعلمه لولدنا هو ده اللي احنا بنوريه لولدنا هو ده اللي احنا عايزين نعلم بص فضل فضل حج محمد هو ده الاحترام هو ده الادب ويعني والحج محمد مصلحي لو كسبان حيعمل كده بالمناسبة يعني فبجد صورة راقية وصورة محترمة اتنين رؤساء دي على اعلى اعلى مستوى والاحترام والادب والتنافس المحترم هو اللي بيودينا للصورة اللي حضراتكم شايفينها دي اي حاجة تانية مش عايزين نبصلها مهما حصل عمركم سمعتوا ان احنا بنتكلم كلمة عن نادي الاتحاد السكندري ولا عمرنا حنتكلم ولا احنا ولا غيرنا ولا اي اهلاوي بالمناسبة ليه؟ عشان الشكل اللي احنا شايفينه والاحترام والادب والاخلاق طبعا الحاج محمد مصلحي متدايق على فريقه وزعلان على فريقه طبعا يعني بس بصوا لعبة الاهل بيتسلم عليه ازاي وحارسين حتى وهو زعلان ومتدايق يعني متدايق برضه لكن وقفوا بيسلم على اللعيبة واقف معاهم على الجانب الاخر زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب يعني فرحان ومبسوط وسعيد بولاده يعني كل حاجة حلوة الحمد لله وجستي برضه زي ما حضراتكم شايفين ما بقاش أزباني بقى حاجة تانية يعني بقى مصري أزباني مصري فحاجة جميلة جدا الحقيقة الصورة اللي أنا شايفها دي صورة مشرفة وصورة رائعة وصورة تدعو للاحترام والفخر والسعادة بجد والله يعني أنا عايز أفضل أتفرج على هذه اللقطة وهذه الصورة نتعلم قد إيه إن الأمور كلها بتبقى أمور تنافسية في الملعب فقط بعد الملعب كل حاجة بتنتهي وبالمناسبة حتى ده بيحصل في كرة القدم ولكن زي ما حضراتكم عارفين وزي ما سمعناها من ناس كتيرة خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا إن علاقتنا مع نادي الزمالك ومع كل الأندية علاقة رائعة جدا 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 باستثناء حاجة واحدة فقط بس لكن كجمهور محدش يقدر يقول إن في السلة مثلا محدش يقدر يقول إن الاتحاد إلا واحد من العظماء والكبار في الكرة السلة محدش يقدر يقول إن النادي الزمالك مثلا في القدم واحد من أهم وأكبر الأندية في أفريقيا وفي مصر محدش يقدر يقول غير كده بالمناسبة ولكن زي ما حضراتكم عارفين مين اللي بيعمل هذا التوتر ومين اللي بيعمل هذه الأمور واضح ومعروف فالحقيقة كل اللي إحنا عايزينه أن تكون كل التتويجات بهذا الشكل علاقة رائعة ومحترمة ما بين الجميع هو ده اللي بنعلمه لولادنا والله هو ده اللي بنعلمه أو بنحاول نعلمه لولادنا حتى لو لقدر الله لقدر الله الأهلي كان خسران كنت حتلاقي كابتن محمود أو من ينوب عنه من مجلس الإدارة موجود علشان يسلم على لعبة الاتحاد ويشكرهم ويشكر لعبة الأهلي على الأداء اللي عملوه في هذا الموسم هذه هي الرياضة اللي دايما بنتعلم منها هذه هي أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي اللي بتخلينا دايما فخورين بكل شيء فخورين وسعداء ومبسوطين بكل شيء حاجة جميلة